محتاج تميز من الصديق اللي بجد يبقى أقرب واحد ديك الصديق اللي بيخاف منك بس برضو بيخاف عليك بيخاف منك يعني بيخاف من زعلك يعني وبيخاف من مشاعرك تجرح لكن برضو بيخاف عليك أنك أنت تتصرف غلط وخوفه عليك أكتر من خوفه منك ممكن يجازف بصحبتكم لما يلاقيك ماشي غلط ويعكر عليك صفو الغلط ده بنصيحة وأنه يقفلك الإنسان ده صادق لأن عادة في الأعادات والخروجات اللي الصحاب بيبقوا فيها مع بعض مش طلبة أن احنا نصطدم ببعض آه مش طلبة نصطدم ببعض في الدنيا بس هنصطدم ببعض في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللي كانوا بيخدوا على إيد بعض لما حد فيهم يفتري أو يغلط تاني يقولوا لا أخد بالك مش فاكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن ومرآته أخيه فأنت المفروض تشوف حقيقتك في مريتي فلو كنت كويس شجعك ولو مشيت غلط ما ينفعش مريتي تبقى خداعة وقولك هو ده يا بور رجالة وما تبقاش هو ده ونيجي قدام ربنا لك خالق يوم من قيامة السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا رب بيكونوا بخير النهاردة روتين جديد ويوم جديد وإن شاء الله كده روتيني يعجبك بس تعالي قبل من خش على روتيني أعرفك على القناة الحلوة قوي زي قناتنا النهاردة اسمها منزل الصغير صاحبتها اسمها هيبة عايز أقول لكم يعني بجد حرفين هتشكروني جدا جدا عليها لأن القناة زي من القناة اللي احنا بنحبها يعني كلها بقى بص روتينيات أفكار ديكورات حلوة جدا طبعا أنتو عارفين كلنا مجانين في المطبخ فأفكارها بسيطة وفي نفس الوقت اقتصادية جدا بتها حلوة قوي يعني تحس ان انت وانت بتشوفيها نفسك كده مرتاحة مبسوطة وانت بتسمعيها كمان لأن هي غير روتينياتها قوية كلامها كله جميل قوي قوي طبعا قبل ما بقدم لكم القناة أنا بدخل عندها وبتفرج طبعا على كل فيديوهاتها وبشوف طبعا أراء المتابعين عندها فكل المتابعين بصراحة بيحبوها قوي وكمان بيحبوا يسمعوها يعني كل الكومنتات اتكلمي معانا أكتر كلامك حلو عايزين نسمعك فهي فعلا كلامها حلو قوي قوي فاروحوا بقى يلا عندها ولكن انتو من عندي قناتها لعبدو وفرحوني أنا كمان يلا بقى نبتدي الروتين بتاعنا الحلو ده النهاردة بقى الروتين بتاعنا كان صباحي كده صحيت من النوم بدري بعد ما مرمشت على المدرسة يعني مش عايزة أقول لكم ابتديت شغلة على طول لأ يعني ابتديت مثلا حوالي الساعة عشر كده الجو برد يعني مرم طبعا بتنزل للساعة سبعة فأنا كده بعد ما بصلي بقى وبعد كده أقرأ يعني الأسكار وأقرأ شوية القرآن يعني كل واحدة كده لها كده تقوس كده بتعملها الصبح فأنا عملت كل التقوس بتاعتي وبعد كده طبعا ريحت بقى شوية يعني على الساعة كده تسعة قمت بقى شربت القهوة وبعد كده ابتديت بقى إن أنا أخلصت شغل بيتي أحلى حاجة ما بتخلصي شغل بيتك وخصوصا إن إحنا الأيام دي في أيام مفترجة أنتم عارفين بقى خلاص الأيام دخلت علينا كل سنة منطيبين إحنا أول شعبين أهو يعني أيام بتجري جدا وختلاقي نفسك مرة واحدة بصي احتستي فخلصي على طول معايا إن شاء الله يعني يعني بصوا يعني هنخلص مع بعض حاجة حاجة في حاجات مش هعملها بصراحة في تندفات رمضان السنة دي وفيها يعني هنعملها على العيد يعني فاهمين لأن طبعا زي ما أنتم عارفين الشتاء يعني لست موجود ففي حاجات هنعملها مع بعض وفي حاجات هنبدأ نعملها إن شاء الله كده على دخلة العيد فنبتدي مع بعض في المطبخ المطبخ أنتم عارفين مش بيخلص وشغله كتير وحكته كتيرة فأنا قلت بقى هبتدي كده مع نفسي الصبح قبل حتى ما أبدأ في الغداء قبل أي حاجة يعني هتلاقي نفسك أنجزتي لو أنت بتديتي تعملي شغلك الصبح والله هتحس إن أنت على آخر النهار كده ولا عملت أي حاجة وفي نفس الوقت هتحس إن أنت يعني أصد مش عملت حاجة لا يعني ما تعبتيش وهتلاقي نفسك أنجزتي إنجاز كبير لأن فعلا فعلا البركة في البكور يعني حرفيا الساعة البدرية من سيح يعني ده حقيقة طول ما أنت بتشتغل الصبح كده هتلاقي نفسك على الساعة واحدة دور اتنين خلصت كل اللي وراك فيه طبعا طبعا يعني ربنا يرزق الجميع كل اللي معها أولادة عارفة هي بتتقاش فعلا فيه وقت نفسها غير بقى على آخر النهار بقى لما تخلط برضو كل المهام اللي وراها فأنا ابتدت بالمطبخ بتاعي قلت إن شاء الله كده هبتدي معاك كل يوم نعمل ضرفتين ولا حاجة لأن المطبخ يعني مش عايزين برضو نيجا على نفسنا ونمسكه كل يوم مرة واحدة هنتعب جدا وكمان لسه معنا وقت فإحنا نبتدي فيه كده كل يوم ملوش علاقة بالتنظيف الرسيل ده حاجة كده معنا يوميا يوميا ممكن دور اتنين فأنا أول حاجة عملتها كنت حطى الحافزة بتاعت غرفة الأولادة اللي أنا كنت فرشها معاكم لأن الإطبخ دي لطبعا أكيد فكنت عايزة بقى يعني أخسلها وبرجع أفرشها تاني لأن عايزة أقول لكم دفيانة جدا ومدفية الأولاد قوي لما شلتها أصلا كلهم سألوني عليها يعني فين يوم الحافزة اللي كنت يفرشها عشان تدفينا فطبعا كنت بخزلها فالمهم قلت أنشرها الأول كده عشان تاخد الشمس وكمان تنشف على آخر النهار أكون لمتها بس وبعد كده بعد ما لمت بقى وغسلت كم دور كده يعني حاولي دورين قلت برضو على آخر النهار وأنا بلم الحافزة أكون أنشر بقى الدورين التانيين ودخلت بقى على الدرفة دي عايزة أقول لك كانت ميكركبة طبعا أكيد أنت شفتها في الأول اللي عايزة أقول لك كانت فوق بعضها يبصوا المبخ عندي بصراحة يعني عيبه هو ديق شوية من جوا يعني بصوا العمك بتاعه مش عميق يعني الدرف من تحت هي بس العميقة لكن فوق كده لحطة المعلقة دي كنزة جدا فمش عارفة تاخد معي حاجات كتير زي يعني ممكن مش عارفة استفاد منها بأكتر حاجة يعني فأنا بأعمل إيه بخلي الجزء اللي هو اللي فوق ده لكل حاجة الكيكات والحلويات والحاجات دي فحطت كده الصواني اللي هي بتاعت التواجن اللي هي بتاعت التشيز كيك وحطت فوقيها التواجن اللي أنا بستخدمها برضو في الخبز يعني في الكيكات والكلام ده كله وبعد كده حطيت برضو العلب اللي أنا بحط فيها مثلا البسكوتات والحاجات دي لأن طبعا دي طبع الكيكات يعني مش حطاها بصراحة في البلاستيكات حطاها مع الكلام ده ودي علب الكوب كيك يعني بصتوا على قد ما بقدر بحاول بصراحة أنا ننظم الدرفتين دول لأنهم على طولني كركبين وفي نفس الوقت مش بياخدوا معايا كمية حلوة ودلوقت قلت رح تحطت بقى معاياهم مكنة البيتيفور قلت برضو دي من ضمن الحاجة وكمان يعني ملهاش مكان غير المكان ده بصراحة عندي فقلت حطها مع الحاجات دي ودخلت بقى على الرف اللي تحتها كان بصتوا كله بقى حاجات وكركبة وبهدلة وكان كله كده يعني حاجات كتير ملاش اي لازمة وملاش اي علاقة ببعض يعني حطة فيها من ضمن الحاجة حطة فيها حاجة حلويات وحطة فيها اللانشبوكس بتاعي الولاد فهي يعني بصتوا من كركبة فعلا وكانت فيها برضو الطقم البياريكس بتاعي اللي هو الإزاز ففيه كده حاجة كده عايزة تتضبط مع بعض فأنا كده كده حطة فيها الطقم البياريكس بتاعي لإني ملوش مكان غير كده وعايزة أقول لكم الطقم أصلا يعني صغر جدا يعني كسر منه واثنين طواجن فبقى طواجن واحد واللي هي الحلل بتاعته اللي هي الحلل الإزاز الجميلة دي فأنا لميتهم كده على بعض وقلت حطهم كده على جنب وجبت بقى المنظمات دي بتاعتي التلاجة أصلا فأنا كبستوا المنظمات دي حلوة طبعا جدا بس أنا كنت جايبة ستة فالستة كتير علي بصراحة في التلاجة فقلت هستخدم منهم في التنظيم أثناء فيها في المطبق تمفعني برضو والباقي عادي هخليه الخضر في التلاجة فدلوقت هستخدم اتنين قلت حط فيهم كل حاجة برضو الكيكات زي مثلا مش الكيكات بقى لأ اللي هي الكحكة والبسكوت والحاجات اللي انتم عارفينها بتاعت العيد فهنا لقيت عندي موايز تاني بتاعت المكنة دي كانت لسه بقى ما استخدمتهاش أصلا خالص وحطت فيها اللي هو الكس الحلواني والوحاجة السابليه وكل حاجة حتى كنت جايبة حاجات جديدة برضو شلتها في البودة او في المنظم ده المهم ان هو لميلي بصراحة كل حاجة بدل ما تكون مثلا حاجة هنا وحاجة هنا لا كل الحاجات دي لميتها كلها في حاجة واحدة فأنا على قد ما بقدر يعني بصور مش هقول لكم اننا يعني عاملت ضرفتين آخر حاجة لان فعلا هم يعني مش وغدين حاجات كتير وهنا لميت التواجن زي ما بقول لكم اللي هو الطقم البيريكس والطقن الوحيد اللي عندي برضو ده الوحيد اللي تبقى يعني كان عندي اتنين واحد بيضاوي تاني كبير وطبعا واحد اللي هو المستطيل الطويل الحلو ده برضو اتكسر فالتنين دولو اتكسروا فالمهم الحمد لله يعني فحطت الباقي في المكان ده لاني مالوش برضو مكان غير هنا وجبت بقى بسكت تاني او منظم تاني قلت حط فيه بقى الفانيليا طبعا الفانيليا كلها لميتها في علبة لاني بتاخد مكان كده على الفاضي وفي الاخر لما تلميها مش تاخد معاك مكان والبرطمان ده فيه سحلب واللي جنبه ده فيه اللي هو اللي هي اسمها ايه اللي هو الكريم شونتي فالمهم لميت كلهم في منظم واحد وشلتهم برضو في نفس الدرفة دي وانا حطيت بقى البراد البايريكس قلت برضو هو يعني ازاز يتحط مع الازاز اللي جنبه وكمان بس كده فايا ما بتاخدش حاجات كتير زي ما بقولكو بس على قد ما بقدر بحاول كان انا انظمها المهم انا هبتدي كده معاكو زي ما شوفت شايفيني يعني نظف الدرفة من جوا ومن بره وبعد كده هتلاقي نفسك مرة واحدة المطبخ معاك كله بقى زي الفن فدلوقت كده معايا ايه بقى البخاخة بتاعتنا اللي انا على طول بس تخدمها طبعا دي بخاخت كده بس دايما معايا حتى لو ما عنديش اي منظفات بصراحة هي بتغني عن كل حاجة حلوة جدا وموفرة وهتلاقها معاك على طول هي ايه بقى البخاخة دي بحط فيها مياه وشوية تخلوا برنه وبس بس تكمش اكتر لو انت بقى حسب بالتساخات جمده اوي ممكن تحطي شوية في ناس يعني متابعين قالوا لي يحطي كربوناتو ممكن تحطي كلوريكس الوان فعلى حسب يعني ايه ودلوقت سندخل بقى على الدرج ده لاني برضو كان مبهدل جدا وكان واقع منه توابل وحاجات الدرج ده عندي بتاع التوابل فانا قلت برضو عايزة كده انظفه انا دخلت بصراحة على اكتر حاجة عندي مكركبة يعني عايزة اقولكم اني بقيت الادراك برضو مكركبة بس انا محبتش ان انا يبقى طول اليوم بنظف ايه خاصة كمان يعني انا عشان بصور فباخد وقت شوية لكن لو انت في يومك عادي طبيعي لقيت نفسك قلصتي بدري بدري خشي علي بعده طبعا انت كسبانة كل ما بتخلص اللي وراك بدري او بتنجزي اكتر في الوقت طبعا كل ما بيقى احسن لعشان بس ما لتلاقيش نفسك ايام دخلت عليكي واحنا عايزين على قد ما نقدر ان يكون بيوتنا نضيفة في رمضان على اساس ان احنا نكون بقى مرتحين نفسيا طبعا انتوا عارفين في رمضان على قد ما بنقدر يعني ده شهر بيجي كل سنة فعايزين كده نلتزم فعلا فيه ونستفاد باكتر يعني باكتر وقت ممكن فيه يعني نستفاد بالصالة نستفاد بكرة وقت الكرور اه نستفاد بحاجات كتير جدا 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 طبعا كلنا عارفينها فعشان كده بننظف قبل رمضان طبعا فيه ناس بتنظف على عيد ما بش بتنظف اصلا على رمضان بس انا لأ بحب قوي قوي انظف مبخي على رمضان عشان لما اجي اقف فيه اكون مرتاحة نفسيا لان بصراحة النظافة انا من الناس اللي تول ما الحاجة عندي مش نظيفة بحس فيها ان انا مش يعني تعبانة نفسيا يعني بحس ان انا فيها متعصبة اا نفسي تعبانة فلما بنظف الحاجة حوالي وبحس ان انا اا يعني ضميري كامير تاحن الحاجة فعلا نظيفة خلاص فطام التواب اللي عندي قلت برضو بالمرة بقى امسحه ولمحه طبعا انا مش بالشرط ان انا اقفضيه هو كده كده من جوا فيه بوهرات بس لما بيفضى خالص خلاص بقى بخسل البرتمان كله لكن طول ما هو فيه المنازل او الوايبس دي حلوة جدا 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 جيبي ارخص حاجة احنا كده كده مش هنستخدمها لجسمنا ولا بشرتنا ولا اي حاجة احنا كده كده هننظف بها بس حلوة فيه بتنجز معاك جدا جدا بدل ما تخسلي وتستهليكي مية وتستهليكي صابون وكمان الجو بصراحة برد مش محتاجي المية والحاجات دي فالمنازل دي حلوة قوي قوي وهتستفادي جدا منها يعني لو اشترتي انا كنت جابها بصراحة الكيس ده حوالي 70 مندين كنت جابها ب15 جنيه او ب17 جنيه فمن فترة مش عارفة دلوقتي برضو بقى بكم بس حتى لو غلي والله برضو اوفر لينا من كل حاجة قلي بالكو طول ما احنا بنغسل طبعا بنستهلك مية بنستهلك صابون بنستهلك يعني حاجات كتير فدي اوفر بكتير بصراحة واسرع عايز اقولكم ان سريعة جدا انا بمسك المنزل يعني ممكن تلات منادل ولا حاجة يخلوا معي برطمانات التوابل زي الفل وريحة ده حلوة جدا ومتقلقش كمان لو ليها ريحة يعني مش هتأثر عندك خالص في البهرات ولا التوابل بتاعتك ولا اي حاجة الدرج ده حلوة جدا بقى حتى فيه كل التوابل بتاعتي حاسة كده منظم بالنسبة لي طبعا كل واحدة بتعمل برضو الحاجة اللي ايه مرتاحة فيها يعني انا مثلا يعني مرتاحة جدا في حواري اني ادرجي فيه التوابل بتاعتي حاسة اني هو قدام عناية والحاجة كده بالنسبة لي سهلة وكمان بتبقى سريعة جدا جدا اللي عندها برضو رفوف تحط فيها براحتك جدا جدا انا دلوقتي برضو جبت العلبة دي حطاها من ضمن التوابل لاني بيحط فيها اكياس التوابل اللي هي بتبقى جاهزة الخلاطات اللي هي بتبقى جاهزة يعني فبحب جدا قلمها كلها في بوت واحد او في بسكت واحد يعني فجبت برضو منديل مش شرط اني انا اخسره انه بصراحة نضيف ونضيف جدا ما فيش في اي حاجة خالص 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 غير بس يعني شوية كابهرات واقعين عليه فبنجرد منديل نظفه وخلى معايا نظيف فنحاول برضو احنا بننظف ما نستهلكش او في صحتنا ولا في وقتنا التنظيف على قد ما هو طبعا حلو جدا وبيرياحنا جدا نفسيا بس طبعا انتوا عارفين بياخد وقت يعني ما تخليش وقت الكل بقى في التنظيف برضو يعني لازم نحاول ننظم وقتنا على قد ما نقدر مش شرط ان احنا طول ما احنا عاديين ننظف لا في حاجات وفي افكار تخليك تنظفي وتنظمي وتخلي بيتك ده شمعة كده فلا من اقوارة بس من غير ما تتعابي ولا تعملي مجهود جامد يعني بس فالمهم دلوقتي هعمل ايه جبت العيل بالياس صغيرة دي حطتها جوه المنظم حطت فيها بقى كل البهارات اللي هي المفتوحة او كل الاكياس اللي هي المفتوحة قلت خليها كلها في بسكت صغير كان وحدها والتنين دول مقفولين لسه وحطت برضو المرأة التجاج اللي هي برضو المفتوحة بس وهنا كان معايا بقى شوية بهارات لسه اصلا برضو ما استخدمتاش يعني الفلفل اسود حصى اللي هي القرفة المستيكة الحاجات دي كلها هنا بقى كان برضو معايا كيس اللي هو الكزبرة قلت برضو افضيه في برطمان الكزبرة وهنا كان معايا توابل اللي هي التوابل بتاعت البطاطس او الفشار او الحاجات دي اللي هو بالشطة فقلت فضيها برضو في البرطمانات بتاعها انا بحب فضيها بصراحة ما بحبش طبعا نخليها بالاكياس كده لان بتقع مثلا بتبهل الدنيا فلا خليها احسن في برطمان بتبقى افضل وكمان منظم اكتر هنا مسحت بقى طبعا البرطمانات بعد ما فضيت الاكياس وهارجع حطها تاني في الدرج بتاع التوابل حلوة او زي ما بقول لكم فكرة الدرج وطبعا كل واحد برضو حسب اللي عنده في المبخ يعني الاول البرطمانات دي كنت حطها فرفة عادي جدا بس لما طبعا جبت البلت ان استرنت عن الرف وروحت حطت كل الكلام ده في درج كده فحلوة اوي بالنسبالي وحصتها منظمة اوي اوي خلاص كده خلصت الدرج بتاعي للتوابل دخلت بقى كده على طاقم التوابل بتاعي بصو مش عامله كله ده عاملة يعني كويسة وبس كان اخر منزل في المناديل المناديل دي كانت معايا من فترة كبيرة فكانت خلاص يعني بتخلاص فكان معايا منزل واحد قلت بدل ما ينشف ولا حاجة فقلت مسح به كده على طول غطيان التوابل اللي هي على الرخيمة ولما بقى اجي اكمل طبعا ده يبقى ليه غسلة لوحده برضو لما بيفضى بخسله عادي جدا جدا في غسلة الاطباق بخسله في الحود لكن لو مليان زي كده برضو بالوايبس بجد بيبقى زي الفل وساعات طبعا ما بيبقاش عندي وايبس بعمل ايه باجيب البخاخة بتاعتنا اللي هي فيها ايه بقى الميا والخل والبريل برضو برش كده على الفوتو وبرجع امسح بيبقى برضو زي الفل دخلت بقى كده اعمل بقى الغداء بتاعي بعد ما خلصت الكم حاجة اللي انا هعملون في المطبخ زي ما قلتلكم كل يوم نعمل كده حاجة مع بعض ان شاء الله على رمضان نكون خلصنا كل اللي ورانا وانا وقف في المطبخ يعني مش عارف اعمل ايه ومحتارة فقولتلهم هعمل لكم عدس عايز اقول لكم فرحة جدا احنا من عشاء لعدس اصلا بس بصراحة بنحبه في الشتا بس يعني مفكرش عامله في الصيف هو حلو في الشتا بيدفي وفي نفس الوقت بحسته كده اكلها شتوية بس بقى النهاردة هعمله معاك بطريقة فعلا مختلفة جدا وعايز اقول لكم دمت جدا جدا ان ما كدش بعمله كده من زمان والله مش عارفة في ايه يعني حرفيا طعمه متغير وطعمه حلوة قوي يعني غير كل مرة المهم بقى نعمل ايه انا حط معلقة سمنة بلدي كده حلوة او لو اي سمنة عندك مش شرط وشواحي بقى فيها الخضار وبعد كده انزلي بالعدس العدس بيكون اخر حاجة بس الاول بقى انا طبعا مفرزة معاكوا بقى البصل والجزر يعني بصوا قبوتهم الحمدل ولم يتفرز فيعني بجدة الاكلة كانت سهلة جدا وسريعة فوما تتخيلي انا عملت ايه حطيت معلقة سمنة زي ما قلتلكم وبعد كده نزلت بقى بشوية بصل من اللي احنا كنا مفرزينه وبرضو حوالي كده جزرتين من اللي انا برضو كنت مفرزاه وشوحتهم كده في السمنة وبعد كده نزلت بالتوم والطمط ميتين وبطط صاية انا بحب قوي قوي احط بطط صاية في العدس بتدي طعم حلو قوي مش عارفة بحستها بصراحة من غيرها من بقاش لطعم حلو زي ما بحط كده البطط صاية المهم بشوح الكلام ده كله مع بعد وبعد كنزلت بقى بالعدس المخصول وبرضو شوحته شوية وعايز اقول لكم اصلا لحت الخضار وهي بتتشوح حلوة جدا وبعد كنزلت بالمية وخلاص طبعا بيغلي ولحد سبيل حد ما بيستوي وبعد كنزلوه في الهند بلندر وخلص العدس معنا على كده بس خطير والله بجد لو لسه ما جربتش بالطريقة دي زي يعني جربيه مش تندمي ابدا ابدا بس هم حاجة وانت بتجربيه افتكريني المهم وبعد كده كان عندي عيش اللي هو العيش الشامي ده قلت بقى كده اقطعه وحمصه على طول في القلاية يعني بصه برشة زيت كده صغيرة معلقة زيت وهقلبه كده مع بعض كله وبعد كده حطه في القلاية طلع بقى مقرمش وحلو قوي قوي طبعا ما عنديكيش قلاية عايزي قوي ده ممكن تدخلي الفرن وكمان ممكن تحمصي كده على النار من غير برضه زيت كتير يعني برضه برضه معلقة زيت كتير صغيرة بس عايز اقول لكم قلاية ما كملتش معاه دقتين وكانت حمص وطلع طبعا حلو جدا جدا بصه ما كملش انا شميت رحته اصلا يعني اتفاجئت قلت اني ما كملش اصلا دقتين فكانت حمص على طول لانه طبعا خفيف يعني بس طعمه بيبقى حلو جدا جدا مع العدس يعني عموما انا كل مرة يعني مش بعمل الخطوة دي لان جوزي بيحبوا كده اللي هو العيش العادي بيأكلوا بالعيش يعني والولاد طبعا مش بيأكلوا يعيش قوي معاي بس النهاردة عايز اقول لكم انا بنتخانق كلنا على الكم رغيف ده كانوا حوالي اصلا تلاتة او اربعة فهم دول كانوا عندي فحمصتهم بجد كانت عموم حلو قوي المهم خلاص بقى كده سبت العدس الاول يده شوية وبس برضه لسه سخني طبعا جبت بقى الهند بلندر ودلوقت كده هادرابك كله بالهند بلندر طبعا ما عنديكيش هند بلندر عادي جدا في الخلاص بس طبعا لازم تسيبيه يبرد خالص عشان ما يباوست عندك اي حاجة ولا حاجة بس وبعد كده مش بصفكي بقى الاول كنت ممكن اصف دلوقت كده كده ما بقيتش اصف لاني مش بلاقي حاجة فبس قلت بما يعني ما بهد الحاجة وبهد الموعين ولا بتاع لا فهو كده 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 اصلا مش بيجرر له اي حاجة يعني فجبت بس كده المصفة ليست وغيرها خالص دي قلت برضه لايكون برضه يعني فيه قشر كده بسيط او من التماطم بس لكن الباقي كله اكيد مش هتلاقي لي اثر بس لقيت يا حاجة بسيطة جدا فشلتها على طول بيستفاية دي بس كده ودلوقتي كده بحمر بقى الشعرية برضه في زبدة طبعا تعرفيني العدس بيحب السامنة يعني سامنة بقى بلدي سامنة جنة جنة حلوة جدا يا جماعة بجد ريحتها حلوة قوي قوي بس بصراحة حلوة وصعرها طبعا زاد جدا عن زمان بس حلوة احسن من غيرها بصراحة يعني جربت انواع تانية ما عجبتنيش خالص خالص زي جنة جنة حلوة جدا جدا حرفيا ريحتها حلوة قوي قوي حتى وانت بتستخدميها المهم حمرت الشعرية وبعد كده هنزل بقى طبعا بالشعرية على العدس بصو مش هحط اي حاجة النهاردة خالص على العدس غير ملح وكمون البست بقى لها حطي بقى كاري ولا كركم قصدي ولا اي حاجة هو لونه جميل جدا لوحده فالحاجات دي بصراحة يعني عملتها مرة طعمه كان متغير سنة بسيطة بس يعني كان مديها لون حلو لكن هو النهاردة لونه حلو قوي عشان احنا حطين طمط ميتين وكمان حطين جزارتين فالالوان الحلوة دي بتدي كده كده لون حلو للعدس بس فحطت كمون وملح فقط لغير حبة تحطي مرأة دجاج براحتك بس انا بحب كده بملح وخلاص وحطيت في الاخر بقى مع علاقتين كده سمنة وقلبت كويس جدا بعد ما خلاص الشعرية استوت وبصت بقى تقوله وصمت انا بحب التقوله ده جدا بتاعه فالمهم قلبت بقى خلاص كده في السمنة تسيح بس معاه وبعدك هنحط بقى الاكل مع بعض غدا بقى هو سهل وبسيط وفي نفس الوقت اقتصادي طبعا ما بقاش اقتصادي زي زمان بالنسبة طبعا ان العدس غلي بس طبعا اكيد اكيد اقتصادي بالنسبة برضه لسعر اللحوم الايام دي فاكلة كده بسيطة وفي نفس الوقت عايز اقولكو سريعة جدا وكلنا بنحبها يعني اطفال وكبار كله بيحب العدس بس انا بحبه تقيل كده يعني بحبه عشان طبعا اولادي بيكروب المعلقة فهم بيكلوا يعني يحسوا ان هم كده يعني ايه بيكلوا حاجة كده تشبعهم اكتر متبقاش كلها كده مية زيادة لا هي كده مظبوط قوي قوي وبس خلاص اتغدينا الحمد لله وبعد كده خلصت بصراحة مباخي بقى مع نفسي ما حبيتش ان انا صور تاني عشان خلاص بقى يعني كنت خلصت على كده فشططت المباخ سريعا يعني وجيت بقى على اخر النهار قلت ما اعمل بقى نفسي كوبايت كده بصوا مشروب حلوي قوي قوي اولا هو حلوي جدا للي عاملين ضايت وكمان بيدفي قوي قوي ايه بقى لمون شريح لمون كده بعود الارفة حتى لو مش عاملة ضايت ولا اي حاجة الارفة لها فوايك يسير جدا جدا بس طبعا للضايت بتبقى حلوة اكتر لان هي بتقوم من الانسلين اللي في الجسم والكلام ده كله فهي حلوة مشروب حلو وكمان بقى مشروب كده شاتوي يدفيكي قلت بقى كده اشربه بدل ما افكر في اي حاجة تانية لا اشرب احسن مشروب زي كده يدفيني وفي نفس الوقت تحس ان انا بتسلى يعني ان بصراحة الشتا عايزاك تتسلي كتول ما انت قاعدة مش فهمة في ايه بالضبط المهم المشروب حلو زي ما بقولكو عجبني حتى لو انت مش من يعني مش من عشاء القرفة هتحبيها جدا هتحبي المشروب قوي قوي اول ما بتغلي خلاص بقى في النار وبعد كده على طول حطيت المشروب بتاعي الجميل ده في الموج بتاعي خلاص عليك وده كده يعني يعتبر المشروب اللي انا يعني بقيت معتمدة شوية اليومين دول لاني حبيته جدا يعني مع الشاي الاخضر بقى مع مثلا الموج القهوة بتاعي الصبح يعني المشروبات دي بتبقى حلوة او في الشتا وده كان الريتين بتاعي النهارده بقي ربك اللي يكون الريتينة عاجبك ويكون استفتي منه واقولك مع السلام اشتركوا في القناة